احكا 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 النيابة العامة كان منها حزق الفرورية والعدالة والذي يرقصه السيد محمد سعلي كداثني وأيضا جماعة الإخوان المسلمين بلقاسة مرشد الإخوان محمد بدير كل تلك التحقيقات لم يصدر طلبات استدعاء لهؤلاء المتهمين رؤوساء تلك الجهاد وبالتالي فأنا بطرق بصفتي مدعي بالحق المدني عن أحمد مصطفى أحمد وهو أحد المدني عليهم في تحقيقات النيابة العامة أن تستخدم المحكمة صلاة خليتها ونصر مدى إخداشا من قانون الإجراءات الجنائية وأدلل على ذلك بإدخال محمد سعد الكتاغني رئيس حزب الفرية والعدالة كمتهم في التحقيقات وأيضا محمد بديع بعتباره المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وحددت الجاب 6-1-3-2014 لتقدم اللجنة السلسية المشكلة بلاتحاد الإزاعة للتلفزيون التقرير المنوع عنه من أرد وصباحة الدفاع والمدني بالحق المدني أن تقلع عليهم خورة جوده مع استمرار حرش المتأمين على جميع شكرا